لبنات كاتقلبوا لي على الشي وصفة تبيض لكم العنق ديالكم ولي بارتي انت يمولوجيه ديالكم احنا ما شاء الله مقبيلين على المدارس مقبيلين بالنسبة للبنات بالنسبة للسائب صفة عامة يعني مقبيلين على الوظيفة على العمل والبنيسات ديالنا كدلك مقبيلين على المدارس ان شاء الله فاكيد كنبغيو نبانو فأبها واحسن حلة ونبدو السنة كما سنقولو الجديدة ونبدو الدخول للمدارسي بوحد النوك هزوينا وباننا نبانو فأبها واحسن الحلل فأبغينا شي حاجة ليه اقتصادية كنتو مشاء الله كتلت لي طلبتوا مني في حالة نوعية انت علي غصات شي حاجة بسيطة بشي مواد لي موجودين ماشي شي حاجة لي خيالية ماشي شي حاجة كما سنقولو لي لوبخي ديالها الزايد فقلت علش الله ما نجيبش لي هاد الهميزة هادي واللي هي الخل اوضوليبران ايه البنات هاد نوعية بزيف منكم يقولو لي ديجا شاركتها معنا بحالة في القناة اكيد البنات شاركتها معكم هاي مره مهي جوجد الحمدلله نايمين كاللقاء يقبال عليها لانو فغير مو فاشاسكو لاغوست زوينا وشي حاجة لي خرجه من القلب ونابعة من القلب فكتوصل الحمدلله المتسبعات ديالي المهم كما قلنا البنات ها نحتاجوا دوليبخان ها هو فاني ديال الراس او ديال الصودا حاجة معروفة ها نتعرفو على الديطين ان شاء الله الخل ديال المائد الملون اكيد ستكونوا بعدها شفتوا صورة المصغرة ديالجوجة المكونات في البداية ديال الفيديو يعني هكذا كخليس عليكم بشك داع كل شي بان في اللول حاجة واحدة غنطلبها منكم هي لي لايك لي لايك لي لايك ديالكم طبعي الحال فضلا وليس امرا غير بش كتزيدي تشجعيني نجيبليك الجديد فالبنات ما تنسونيش بليز حابيباتي من لي لايك ديالكم كذلك المتسبعات ديالي يهبطوا لتحت واشتركوا في القناة فعلوا زال جرس باش توصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد خليونا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو تبغي تشوفو ان شاء الله في الفيديوهات المقبلة ولا الفيديوهات الماجئة شنو ما ليسو جيلي تبغوني نتكلم عليهم ولا فيهم اكيد اي موضوع تبغيو انا حاضرة ناضرة على ودكم وعلى قبلكم نجيبليكم الجديد ان شاء الله وعلى بركة الله غديمشوا ونتعرفوا على المكونات ديال هاد لغوستات طريقة التحضير طريقة الاستخدام والتفاصيل كاملة وما تنسوناش حبيباتي من لي لايك ديالكم وكذلك التعليق ديالكم مرحبا والف مرحبا اول حاجة لبناس عندنا هنا هي دوليبخان دوليبخان من غير انه فانيد ديال الالم الرأس وكيحيد الصوطاعة كدلي كان كدرك رأسه كان فيك حتى المنزلة كيزولها الصراحة زوين فعندي هنا هي الحجم الصغير هو هذا انتوما لبناس كيجيو تمنيه ديال الحبات هاد القرص صغير في غير تمنيه ديال الحبات هكذا كيجي اتخذي حبه وكذوبها في الماء هنا البناس هاد تاخدي حبه وقد تطحنيها ف味 عوصفه تطحنيها في الوصفه هدوها ف Soroset Vas Attachdi حبه وإضافي حبه يعني هاد القريعة نتاع بلبخان وتشديها ويطحنيها يعني في الخلط الكهربائي بها الطريقة نتجة تقريبا 1-3 حبات الحجم الكبير و الحجم الصغير 16 حبات و الحجم الصغير 8 حبات نسبة لبنات تقريبا 17 أو 18 درهم مغربية يعني هذا الحجم الصغير الحجم الكبير يقومون 30 درهم مغربية نسبة للناس يسولوني على البرد فكما سنقولون ستفدي منه لتعالجي الألم للرس و الصداع وكذلك ستفدي منه حتى في طبيع لأنه البرد يبيض الجسم يبيض حتى للمناطق الحساسة أي تحت الفخدين عفوا بي الفخدين وتحت الإبتين المرفقين الكوعين نحن نساء كان عانوا من هذه المشكلة وكان نريد أن نحلوه ونعالجوه بشدة الطرق فالناس لم ينقش لكم حسن من هذه الغصة من حين من طحن فالنسبة للخل ذات التحلي هذا الخل اللي هو المائدة الملون ماشي الخل البيض ماشي خل السمن أو خل الحامض فعنده هذا النوعية الخل هي المائدة الملون عادي لذا هم المقادير هده هما المكونات الأساسية معانا مكونات ثانوية واللي هما البنات الحمص باوتر الحمص وما أدراك ما الحمص كيعالج تجاعد كينفخ يعني البنات اللي يتيقولوا لي بغينا ننفخوا صدار بغينا ننفخوا المؤخرة بغينا نبرزوا بعض المناطق فأكيد البنات منحكم ولكن دائما نصحكم بالأشياء الناتور يعني مشيتمشي تدقي الحقا أو لا تعملي الأشياء البوتوكس يعني تنفقي ولا تصرفي واحد المبلغ هائل وخيالي باش تنفقي واحد المنطقة للبنات دائما استخدموا الوصفات الطبيعية ما كانش حسن منهم يا البنات والله القاسم أي منتوج طبيعي ناتيوخ خير بلدنا ما كانش حسن منه فكذلك البنات غنحتاجوا واحد المكون اللي كانت حتى التجاعيد واللي هو زر ريعة الكتان هاي البنات غنحتاجوا معاي زر ريعة الكتان أو الزر ريعة يا الكتان اللي موجودة عند العطار عند العشاب كتاخديمنا كيميا وكتطحنيها بالطريقة هادي شوفوا ما شاء الله فهناي عندي زر ريعة الكتان كذلك البنات عندي كيميا من الحمص باودر عندي كيميا من دولي بخان اللي كي مجتلكم خسيكون من طحون باودر الخلدي المائدة الملون وغادي تحساجي معاي ان شاء الله إلى الطيل الأبيض الذي يباع عند العطار ولا عند العشاب كنت البيض كنت الحمر وكنت الخضر شوف انتي شنو كيناسبك إذا كان كي نسبك الطيل الخضر فكتاخدي كان كي نسبك الطيل الحمر كتاخدي شوف انتي يا الطيل الخضر كيتوسم على البو بعد الدهنية طيل بيض كيتوسم على البو الحساسة العادية إلى الجافة وفي نفس الوقت في حاله كي اعمل الطيل الحمر يعني بجوزهم كي مشوا في نفس السياق والخضر هو بو حدي تولي كيتوسم على البشرة الدهنية هذا الشي اللي كان في المقادر هذا الشي اللي كان في المكونات الحمد لله خمسة دي العناسر أو خمسة دي المكونات خمسة دي المكونات عفوا قادرين يحلون المشكلة ديال تسبوغات وديالسيكاتريس وديالحروق الشامس وديالنودو بمهم جميع جميع المشاكل غادي تخلصي لي منهم إن شاء الله بواسطة هذا الوصفة هذا الوصفة المناسبة للبنات روخي يكون عمركم حتى ثمانين عام يعني كما تقولوا يعني الخمسين تستي لأنه بزاف منكم تتقولوا لي هاد الوصفة غيل صغيرة وتقول الكبارات لا البنات وكذلك لا العيالات ولا النسب صفة عامة فاش كنقدم واحد لاغوست كنقدمها مهما كان العمر ديالك خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين حتى المئة سنة الله يطول لكم في العمر إن شاء الله ويخلي لكم صحيح تكم هدي هي أهم حاجة فكما قلت لكم البنات مهما كان العمر ديالك أنا متنجيبش وصفة هنخليها غالنس ديال عشرين وثلاثين والربعين والخمسين للا البنات وجميع وصفتي ولله الحمد سواء كانوا غالتبيض ولا كانوا حتى العلاج تجاعد فكنخليهم الجميع الأعمار يعني مهما كان العمر ديالك غدي تديريها المهم البنات سنخلط هاد الشي كامل بالخل ديال المائدة الملون ومن بعد إن شاء الله غدي نزيد الطين البيض أو للطين الخضر أو للطين الحمر شوفين تيشنو كي ناسبك شوفين تيشنو كيتوتى معك فهنتم البنات سناخذوا ممكن تخذ كتر ديال البيض كتحولو تجمعو عينكم ميزنكم لبنات شوفوا القوام ديالك كيفاش بغيتي بغيتي قوام سائلة كتخليها سائلة بغيتي قوام عاقد كتخليها عاقدة شوفين تيشنو غاي سلكك شوفين تيشنو غاي ناسبك شوفين تيشنو غاي ناسبك موسيقى 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 قوام عاقد وزوين سوف نزيد زريعة الكتان لأن زريعة الكتان تشد البشرة لأن العيالات تشد البشرة لأن العيالات تشد البشرة خصوصا في الدراعين كما يجعلون لأن العيالات كشان كانت حيث كنجرية وهمت بسحاة لا بسحاة وهمت بعض العيالات لا تشد ما المرحة العيالات تشد الحيات من السفر ستجد البشرة تجد البشرة وصفاة تستخدمها في غوثات الطبيعيين وقرعة الخل بلدها الدراهم يجب دائما اقتصادية ومنتوج ديال خير بلدنا وشي حاجة لي كذلك امنة وفعالة لا يكون اقتصاد وصفة فاشلة للبنات ستكون امنة وفعالة ونزيد منها فعلا زوينة وصادمة نتيجة لانه فغامو عندها في حل البوتوكس في مسحة تجميل في حاله احسن منه ناتيو عليها مليون في المية فانتوما البنات قوام ديالها انا هنا خليته شوية عاقد إلا انتي بتتخليه سائل يبقى لك الخسيار شوف انتي شنو غاي ناسبك نرى عاقد يعني في الموطة وسيت ما عقدش بزاف ما سائلش بزاف ولكن عينك ميزانك المهم البنات إلا عندكم تجاعد كثير من الحمص وكثير من زرية الكتان بغيتي تنفخي كثير من الحمص بغيتي تبيضي كثير من دوليبران وكثير من طيل البيض هادشي اللي نقدر نقول لكم بعد ما تغسلوا هاد الوصفة حاول الدوزي مباشرة الترطيب لانو هاد الوصفة زوينة كما سنقولو كتبيض كتوحد اللون كتعارج جميع المشاكل و جميع العيوب ولكن كتنشف شوية المشرة يعنو الخل معروف للاسف بانه كنشف لوكوه كنشف اي منطقة وضعتها فحل وحل الحامض فضروري من بعد هاد الوصفة هدي ترطبي الجسم كنين بعض الوصفات كنين بعض الوصفات كنين بعض الوصفات ما تحتاجوش فيهم ترطيب ولكن هاد الوصفة للاسف ترطبي الجسم ديالك كان بإمكاني ما نقول لكم ولكن لا الحمد لله ما نخبي عليكم اللي كينا كينا ولي ما كيناش ما كيناش فدائما بنتنا واحد المصدقية فالله يخليها محبة دائما ان شاء الله فكما قلت لكم داروري داروري البنات ومؤكد انكم كما سنقولو من بعد ما تكملوا من هاد الوصفة هدي ادو زي باش ترطبي الجسم ديالك اي با غتي وضعتي فيها هاد الوصفة ترطبيها من بعد فهذا شي نقدر نقول لكم المهم غدي ان اخذو هانتما بعده شوفوا لي القوام يعني هكدا يمع الكاكت يغزالة فدا با غادي نطبقها على اليد ديالي باش تشوفوا القوام ديالها ما شاء الله مبارك فيها يا البنات شوفوا هانتما هكدا كتصبح كيبقوا هادوك الحوبيبات ذي زريعة الكتن لون انا ما طحنش المية في المية زريعة الكتن كنتحنها كما سنقولون نص طحنة هكدا كيبقوا ذوك الحوبيبات هانتما إلا انتي ما بويت يوم شبانه فتحنيها مزيان يعني طحنيها على حقه وطريقها هانتما لك تدور شكل جيلها فمن بعد ما كتطحن لك يعني مزيان ديك زريع الكتن كتعطي الليفي ديالها الاحسن ما يورام والحمصتها ونفس الشي إلا ما تطحنتيش عند العتار حاولتها هو الطحنة 1-3 طحنة أو 4 طحنة باش البودرة دياله تكون مطحونة وناعمة مزيان فأرا نوريتكم القوام ديالها ما شاء الله شوفوا يعني قوام كيهبل قوام زوين وراه كدر هاد الوصفة على اي يمين طاقة يعني العنيق ديالك لباقتي انتيم لوجيه ديالك اغير هو خليها تنشف تقريبا ركا تجبت يعني ركا تجبت في 5 دقائق خليها تقريبا لبنات 1-15-20 دقائق ومن بعد غسليليه لك وغسليليه في جيه ديالك وغسليليه غير ذيك الباقتي اللي درتيلها كان بعض المات يقول لي بنا نديروها غير الكوعين بنا نديروها غير الفخدين بنا نديروها غير تحت الإبطين فديرها في أي باقتي انا مشي مشروط عليك الديرالجيسن ديالك كامل في البلاسة اللي عندك فيها مشكل خليها حتى تنشف من بعد غسليها وراني خليت لكم المقاطع المصغرة في بداية هذا الفيديو هذا بشوفوا لغزولتها وتشوفوا النتيجة الخيالية يا لبنات والله القاسم وانا صدقة على ما اقول وصفة خيالية حاجة وحدة اللي فيها سلبية هي انها تنشف شوية البشرة خليك ينشف البشرة معروف يعني لوو ولا الحامض فمن بعد ما تنتهي ومن لا غسلت تخصيك ضروري ما ترتبي لجيسن ديالك بأي حاجة بزيت الأطفال بزيت الخزامة بأي زيت كتفضلين تيا وريحة ديالك يعني ريحة ديالو بلويتو كتعجبك فازلين كريم وخيكون غير ديال مياد ريال يعني غير ديال الخمسة درامر الطبيبية ما تيهمناش التعمل كتر ما كيهمنال منتوج والفعالية ديالو بخصوص الترطيب يعني رجعلك لابو ديالك مدسمة معلكة هاد شي لك يهمنه وكانت ديالو وصفة اللي بجوش ديال المكونات اللي هما الخل أودو لبخان ما شاء الله اللهم مبارك دايما تنقول لكم بين المكونات الناجحة والناس اللي ما زال ما مجربينش يجربو وخير وداليل هما اللي فيديو اللي خليت لكم في البداية ديال الفيديو انتمنى البنات تدعمونا من اللايكات وتشتركوا في القناة